في هذه الساعة المتأخرة من الليل وعلى غير عادتي وعلى غير المألوف آترت موجهة الرسالة يعني إلى الزميل مختار الغزيوي طبعا كان البعض من أصدقاء ومن الأنصار ومن الجمهور اللي غير استكتروا ولي ما يعجبوش حتى نوصفوه بالزميل كان البعض اللي يقول لي يا حميد انت مش يديل هاد النقاش ومش يديل هاد السيد ولا يستحقوا الرد انا كان عرفت شي مسبقا كان اللي يقول لي يا حميد خستك تترفع ان هاد السيد هذا يعني مش يريفو ديالك وكذا هلوم ما جرى من تعليق ولكن أنا قبل ما ندخل فنجاوب فالموضوع اللي مغير نقول الإخوان كان احترم رأيهم ولكن أنا دائما كان نقول بأنني أي إنسان يعني يستحق التفاعل ويستحق الرد أي إنسان مهما كان وتانيا هو زميل عنده بطاقة عنده يعني عنده مسؤوليات مدير ناشر عنده حتى هو يعني له رأي ولهذا بغيت نتفاعل معه لأنه كتلاحظو على غير العادل يوم دون يعني شروط ديالتصوير يعني الموضوعية من إنارة ومن تصوير من صوت ومن كذا غتعضرونا ولكن كين بعد اللحظات اللي الإنسان بطبيع هكا كي بغي يجوب وكي بغي يرد وأنا في أخر المطاف بشر بحالي بحال البشر هنكون صادق تجرحت تجرحت ولما تجرحت مش إنسان لأن الطبيعي والعادي هو أنا نغسين تجرح كل ما تجرحت كل ما تجرحت كتعان تقلق ولكن من تجرحت فرحت إنسان ممكن تجرح هنا لكينش عاجف داخله ممكنش عنده كرامة ودلي خلالين يعني ففوحد الحوار مع الزمين الرضوان الرمضاني على برنامج بدون لغة الخشب كان واحد كلمة قالها الزمين مختار جارحة بكل ما تحمل الكلمة جارحة على أكثر من صاعد صاعد الأول هو أنني لقي طرسي معني بكلمة هذا الكلمة قال باش نحط الناس في السياق قال بأن الصحفي ما كيدخلش للحبس وبأن الصحفي اللي كيدخل الحبس هو كيدخل بشبهات بمعنى لا يوجد صحفي بارئ بمعنى أن هذه الدولة المغربية هي دولة سويدية نورفيجية دولة يعني ديمقراطية ما يمكنش يتعتقلوا فيها الصحفي وأي صحفي بشبه أره داير أره متورد فلواش قدي نقول لك بعد مرة كنحس برأسي أنا معرفتش والله ما عرفتك كنحس برأسي في حالي قصرت فواش خسني رجع لذلك الميلف ديالي ديال الدبابات ونشرح لأنه خلال ناس فاهمين لأنه نهار لي منخصص شي حلقة لذلك الموضوع بنقاش قانوني راح أي واحد قاضي والأي محامي والأي رجل قانون بالله العين العاضي حتى يكره أنه كان تعمل هاد البلد حقاش يمكنك تضلم بنادم في دولة كنت تلمس طريقة نحو الديمقراطية راح قبيلة كنتفرج أنا في فرونز مانت كاتخ جابوا طريق أتلاتي مع صامد عياش مع معا ما عرفتش أنا علشت فرونز مانت كاتخ راح يكفي تقول كلمة واحدة بدأ ما نقل نقشنا القاضاء نقول غاي حميد المهداوي الدبابات ووسائلية تبضل حميد المهداوي حسيت سيفيني أنا قاش نقوّل هاد رابز زال إنه لك الشيارة مو رعب وفاضي أنا كان بغين نجاوزه كان بغين نطوي هاد الصفحة كان بغين نجاوز هاد المرحلة كان بغين نأسس ولكن كسرعانا ما كان تلقي شي واحد كيررجعني لهذا الموضوع وانا عندي واحد الجرح بغين نتعيش بغين نعيش بغين نقول له نكمل هاد الطريق وكذا ونطوي هاد الصفحة ودقاجات والله يهلا مغفيلة الدونو كندير واحد المجهود فكري ومجهود يعني دهني باش نتجاوز هاد المرحلة لأنه لو قفت عندها غراح انت بوسبل غراح انت بوسبل غراح مليك نتفكر طريقة باش تديك في الحبس وسائل اجبات لي قدمت المحكمة وكيفاش معاها تعمل معايا الحسن الطلفي ولا علي الطرشي ولا حاكم الورضي ولا محمد المسعودي ذاك الوكيل العام ولا كيفاش تعريض ديال الحكم وكيف راه لا عباد الله راه ما كان مريش نتفكر ذاك الشي راه كان تقلق كان قول نتجاوز هاد المرحلة كان قول من اجل البلاد ومن اجل شي اعتبارات وشي حوي جنجا وهكي سرعانا ما كانت جي من لتسمع واحد يجي ويقول لك اي واحد تخل الصحفي للحبس انا تخل بشوبوهات والصحفي مك يدخلش للحبس يقولها برلماني يقولها سياسي مخصوش يقولها تا واحد كيفاش يقولها واحد ودلميها ود الحرفة ودلمينا ماذا يكتبون ماذا يقولون وشي انه سبعة الاف عنوان سبعة الاف جريدة سبعة الاف موقع واش كي يقولوا في اخر المطار ولكن كي يقول العام زين وغادي مع الحيش كيفاش يدر معا نديرتها تمنيت الماليارة الموقع الجريد ولكن واش منين كي يدير خدمته تم السؤال واش كي بقا واش ما كي بقاش واش كي تلقى الدعم واش كيتحاصر واش 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 زميلة بو شرف سبحة ديرة عبد الرحمن اليوسفي هل عبد الرحمن اليوسفي ماشي اول صحفي تعتقل ده بدك ماشي صحفي تصور رجل اللي عنده شارع بسميته في فطنجة واللي عنده مكان اخ كبير عند رئيس الدولة المغربية دين تدبه اليوم هو في القبر وتعتبره ماشي صحفي من اللي تقول اي واحد عبد الرحمن اليوسفي اول صحفي في المغرب تخلي حبس يا الله وده با كيف تي سير علوني دي الجزيرة سبع سنين ماشي صحفي هادا تخلي الحبس هوا تخلي الحبس تي سير علوني حسرين هيكل وصحفيين بالعالم حديت وراء حرش با ما هدروع المغرب دي ونا مصطفى العلاوي وخالد الجامعي واللائحة كيف هاد المعيار لدخلي الحبس كالصحفي ماشي تدخوش للحبس والصحفي لدخل بشوبهات يعني عش كنقول هاد البلاد في هاد الوقت انا ماشي مع كل احترام للزميل المختار ممكن لو كنختلفه في خط تحليلي كنختلفه في الرؤيا كنختلفه ولكن مني يبقى واحد شو يدي واحد القدر من من احترام ومن شو يدي الحياء ننزلش الامور هاد الاسفاف هاد النيفو كنش نجرحوا بنادم وشان ادخلت للحبس لا تقول لك انا الناس كابنين كيععرفوا على القاضي تعرض على وسائل الاتباة اللي اعطيتو ما معنى قاضي كيه ما كيتعرضش قاضي كيجي وكيجي اخد كلام النيابة العامة وكيحطها تير كيريدك شليك هنا في المتابعات طلقات ما كيلا انا للمحامي في تعليل ويقول طريق اتلاتي يقول شي كلمة فيها يقول له حميد المهداوي انا بغيش اي برنامج فيها الصحافة في المغرب طرحوا حميد المهداوي وواش الكلام لقى الحميد المهداوي ودفاع دياله وواش عرضه القاضي في تعليل اسيدي ما يتيقش بيا القاضي انا عكد داب انا والمحام وانا عكد نخارقه غاشد وقال المهداوي والمتهم قال وقال دفاعه وقضى قول شي كلا واش كي شي سبة وشي ضحكة وشي كرفيصة على القاضاء المغربي كسب من انك توقف انت ودفاع القاضي وتهضر وتضليمود الكيرة وما تلقاش لمود الكيرة في تعليل كوشي بشاك وشي خشافة وجي تقول لي يا لك يدخل انا متى انا تابعني تابعني ما عنديش مشكي وغادي ندير واحد الحلقة بايد الله الزوجة الخاصة بالاعتقال في المغرب ويكون عنوانها واش الاعتقال بلقائنا وغتشوفوا حلقة المغاربة كلما تفرجوا فيها وشنا هي علاش حلما كنت متعوش المتابعة يعني في اطار الصراحة المؤقت وغيكون واحد العداد معنج بدوس عبدالي حام الدين وغيكون فيها عبدالي حام الدين وغادي نجبدك ديال الجزر وقاصة ديال جرف الملحاء وغادي نجبدو ديال الكازينو وعنقار لهم دنيا باطمة وعنقار عيكون واحد نقاش مهم بزاف مهم بزاف للدستور والمستقبل للبلاد حلقة ستكون مخضومة على حقها وطريقة قانونية واجتماعية وفكرية وتقافية وغادي نفعل قوضات ثم سي المختار بغي تصند لديك الحلقة وهذا سي طريقة ثلاثة أخر هذا اللقاء أنا فاد الليل هذا بغيت غير يعني ألمني السي المختار باش نكون معكم صادق وأي إنسان يتألم وأي واحد يقول ومشي سأل إياه أنا سأل سي عبدالرحمن اليمسفي سأل حسنين هيكل سأل تيسير علوني سأل صحفة وسأل جسم الصحفي سأل هذا هذا تصريح أخصك شدر بذلك الطريقة مهماك مكي لا يوجد ما يبردك تصريح ديرك فيه يسأل الأسر ويسأل جسم الصحفة يسأل نقابة الوطنية الصحفة ويسأل تلك لأن فيتك تبتي واحد في البداية واحد في اللول واحد المرة واحدة ومن بعد يسأل جميع ما دمخص يكون على الأقل إلا تكافص علينا النيابة العامة وتكافص علينا القوضات وتكافص علينا قادي التحقيق وتكافص علينا يعني عدد من المؤسسات نتوم إحنا الزملاء الحمد لله أنا كنت محضوظ يعني الزملاء ولكن يجيب حالة تصريح مؤلمة السن مختار مكتيش موفق مع كل لحدة ومتمنى التاسع صدرك لهذا النقاش مؤلم بزاف والله إلا مؤلم 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 بكل وما كيخدمش مستقبل البلاد ولا الاستقرار ولا مصلحة البلاد ولا التلمية ولا حب البلاد ولا الرأي المغربية ولا الملكية ولا المؤسس هذا تصريح عمنا صاحب يخل شوية ديال ما تقول يعني كتسئل يوسفي وكتسئل الناس اللي شاوف السجون صحفيين مساكن وتكافسو وعالي أنوزلا رشيد نيني اللائحة يعني عداد من الإخوة اللي يدخلوا وكل شو عداء احشومة صحيح حشومة كيف حراضيش يجيها ولا نشط ولا نضحك ولا نبانة يعني شوية ديالخفة هكه وكيف نقادي عباد الله ونقلقه اليوم الدنيا وغضى الأخرا هذا اللي عاقول السيسي مختار وكنت من يسحب هذا الكلام ويدرش يعتدار ليه والله مؤلم هذا الكلام وشكرا لكم هالإخوان سمحوا لي نسحنا صراحة في هذا الوقت تحييريكم